التخوفات الجزائرية صارت تتصاعد بطريقة ملفتة للانتباه هذه حقيقة وليست كلاما يطلق على عواهنين هذه معلومات من مصادر كثيرة أن الجزائر الآن مع كل قمة عربية ومع كل اجتماعات مهمة على مستوى الهيئات إلا وتشعر بالرعب خوفا من إصدار أي قرارات تتعلق بالبوليزاري هذه حقيقة سمعتها من عدة أطراف في الجزائر وخارج الجزائر ممن لديهم دراية تحليلية ومن لديهم مصادر معلومتية هذه الحقيقة ما وصلني حديثا أن الجزائر تشعر بنوع من القلق وقلقها من خلال تخوفاتها أن يصدر البيان الختامي لقمة جامعة الدول العربية وتحذر من البوليزاريو أو شيء من هذا القبيل لأن أغلبية الدول العربية راهي لا تعترف بالبوليزاريو ولا بجمهوريتها وتراها حركة انفصالية وتؤمن ولديها مواقف معلنة من مغربية الصحراء بل فيها من عندهم قنسليات في العيون الداخلة هذه الحقيقة ليصلي بأنه صارت في الدوائر المغلقة أن هناك حديث كثير بين الدول بضرورة اتخاذ مواقف في هذه المسألة فلا يعقل أن المغرب عضو في جامعة الدول العربية والجزائر كذلك وأن هذه القضية وهذا النزاع في البيت العربي وأن الدول عارف مواقفها ومعلنة مواقفها ورددت مواقفها كثيرا في مجلس الأمن والأمم المتحدة لا يعقل أبدا أنه يبقى تجاهل هذه القضية يتكلموش عنها خلاص في مراحل معينة يتفادوا من الغضب الجزائري ويتفادوا أنه يدخلوا هذا المستنقع الذي ممكن أن يفجر البيت العربي لكن الحقيقة أن هذا المستنقع بدأ فجر المنطقة المغاربية وأضرب خمسة دول في المنطقة المغاربية ويتمدد أيضا وسيتمدد ممكن يؤدي إلى أزمات مع دول أخرى هذه الحقيقة ولذلك هناك بعض الأطراف الدبلوماسية في دوائر مغلقة في الخليج وغير الخليج صاروا يتحدثون من ضرورة أنه تكون هناك مناهضة بصفة معلنة للحركات الانفصالية في الدول العربية هناك حركة انفصالية في الجزائر تتمثل في حركة الماك والجزائر في مرحلة معينة فكرت بأنها يجب أن تتحرك على المستوى العربي لمنع عناصر الماك من نشاط في الدول العربية وكانت تريد من هذه الخطوة أنها تضرب المغرب على أساس أن المغرب يدعم الماك ويعطيه في الأموال هكذا أرادت أن تسوق غير أن دوائر في الجزائر نفسها قالوا لهم إذا تحركنا بهذا الأمر المغرب أيضا سيتحرك بالبوليزاريو لأن أما اتهاماتنا المغرب لنا ملك دليل ولكن اتهامات المغرب لنا أننا نمول وندعم حركة انفصالية رهي واضحة وهي حركة انفصالية في نظر أغلبية الدول العربية يعني رايح يرتد السحر على الساحر مثل ما ارتد السحر على الساحر في مسألة إدراج الماك في قائمة الإرهاب حيث أعطت الجزائر بهذا القرار الغبي جدا أنه ليس دفاعا عن ماك هذه حركة انفصالية مرفوضة وملفوضة وكل من يمس وحدة الجزائر الترابية ووحدتها الشعبية مثل وحدتها الترابية مثل الماك ووحدتها الشعبية مثل جنرالات النظام هؤلاء جميعا يجب أن يحاسبوا لأن الوحدة الشعبية والوحدة الديمغرافية هي من أركان بناء الدولة والحفاظ عليها والوحدة الجغرافية أيضا هي من شروط استمرار الدولة والحفاظ على أمنها واستقرارها ولا فرق بين هذا وذاك أما أن يعمل نظام على تفريق الشعب وخلق العداء بين الجزائريين وجعل الجزائريين يحاربوا بعض ويصاروا يتعاركوا ويديروا مظاهرات ضد بعض حتى في الخارج فهذا عمل لتمزيق وحدة الجزائريين بل أيضا يلعب على وطر المناطقية الشوية قبال العرب وما إلى ذلك وكلها بإعازات من الأجهزة هذا أيضا يمزق وحدة الجزائريين فهو يفرق بين من يطالب بانفصال منطقة وعلى أساس يسوقها حتى للعالم على أنها منطقة محتلة وبين من يجعل الجزائريين انفصاليين عن وطنهم سواء برفع نزعات انفصالية جغرافية أو حتى الانفصال الديمغرافي من خلال شعارات تهدد وحدة الجزائريين وتزرع الكراهية فيما بينه أو حتى من خلال الانفصال الآخر المتمثل في الهروب من بلد لم توفر لأبنائها ما يحفظ كرامتهم فصاروا يفضلون المغامرة بقوارب الموت إما الموت أو الذهاب إلى الضفة الأخرى والبحث عن مستقبل بأي طريقة كانت لذلك أن نقول بأن الجزائر عندما أدرجت المعك في قائمة الإرهاب بعدها جاءت المغرب وبدأت تتحدث على أن الإرهاب والانفصالية وجهاني لعملة واحدة ما بادر المغرب بهذا الأمر النظام الجزائري عندما أدرج المعك بدل أنه يدرجها مثلا حركة محظورة وحركة ممنوعة وحركة إجرامية يسميها ما يشاء إلا كلمة الإرهاب والسبب وشيه؟ قال لك راهي قامت بحرائق الغابات يا ولدي يا والعسكر قبل حرقوا الغابات من أجل قتل إرهابيين إذا كان حرق الغابات جريمة إرهابية حتى العسكر كانوا إرهابيين إذن بهذا المنطق وهذه مكانة أيضا لم يثبت عليها دليل بل أن الشبهات كل تحوم حول جهاز المخابرات وجبار مهنة شخصيا الذي وقف وراء هذا المسلسل تحرق الغابات من أجل استهداف المنطقة والقضاء على الحراك الشعبي بين أبناء منطقة القبائل والجزائريين اللي يتنقلوا هناك إلى المنطقة من عموم البلاد وصاروا يظاهروا كل جمعة ضد النظام هذه هي الإشكالية قال لك بأنه حاولوا داروا السيناريوهات وجبوا واحدة الدحدوح يرهم الشراء والأسلحة كلها حكاية فاضية داروا هالإرهاب اطلقفها المغرب بالخطوة هذه اللي حابين زعمها يقول لك نتحركوا ضد الماء عن المستوى العربي باش نعودوا ندينوا المغرب على أساس أنه يدعم حركة انفصالية تستهد في الجزائر قالوا لهم بعض الدوائر لمازال عندها شوي عقل قالوا لهم إذا بادرنا هذا المغرب أيضا رح يبادر بقضية البوليزاريو قالوا لهم هذو من تعال أدعياء الدبلوماسية والناس اللي وصلوا إلى هذه المكانة بالتزلف والشيتة وليس بالكفاءة قالوا لهم لا قضية الصحراء الغربية راه قضية تصفية استعمار عند الأمم المتحدة عندها مبعوث ما يقدرواش يقارنوا هذا الأمر قالوا لا ما يهم هذا الأمر بقدر ما يهم مواقف الدول العربية إخلابية الدول تنظر إلى البوليزاريو كحركة انفصالية طرى الصحراء مغربية وطرى المغرب سيد على صحرائه هكذا عبروا بصفة علنية قال لك في هذه الحالة ممكن رايح تكون لنا ورطة والمغرب يجدها فرصة وينتهزها ويقولك أوكي أنا معكم بتجريم أي دعم تقدم إلى أي حركة انفصالية ومن بينها حركة المغرب راح يوافق وأجزم لكم بأنه راح يوافق لكن في نفس الوقت يقول وأيضا حركة انفصالية أخرى اسمها جبهة البوليزاريو تتواجد على الطراب الجزائر الجزائر تمولها بالمال والسلاح والعتاد وما إلى ذلك من هذه الأمور وتدفعها إلى الحرب مع المغرب إذن هذا الأمر وأكيد راح توافق أغلبية الدول العربية في جامعة الدول العربية وفي الأخير من سيخسر هي الجزائر لأن الجزائر لن تتجرأ تقول لا لن أمون البوليزاريو في حين المغرب يقولك إذا وجدتني أني مولت المعك ولا أعطيت لأي جهة تريد الانفصال على الجزائر من حق ومن سيخسر الجزائر الآن الجزائر بعدما كانت تفكر بهذا المنطق ويدور في دوائر استخبارية وعسكرية على أساس أن الجزائر الدبلوماسيين تتبنى هذا الأمر في الجامعة الدول العربية بل فكروا حتى في قمة الجزائر أنهم يدرجوا البوليزاريو ويجيبوا إبراهيم غالي على هذا الأساس على حسب ما وصلني حديثا إلا أنه بعد ذلك لما نسدد في وجوههم الأبواب وهناك أيضا من ما زال يفكر ورفض أن هذه المبادرة ستكون في صالح المغرب وهكذا عبر المعاكل اللي موجودين في فرنسا مش في دول عربية نفتح أبواب الجحيم على البوليزاريو بهذا القرار والحمد لله أنهم فكروا شوي فكروا شوي رغم أن هذه القضية عندها حول الأخرى بعيدا عن هذه الازدواجية في المعايير وعلى هذا النفاق والشقاق وسوء الأخلاق الذي يتبنىه نظام العسكر في الجزائر الآن الأمر خرج من يديهم بدأت تصلهم معلومات وحسب مصادر من الجزائر أنه وصلتهم معلومات بأنه فيه دول وفيها جهات دبلوماسية وأيضا بينهم المغرب من يتحركون على أن الأمر لن يقتصر على إدانة إيران وتمويلها البوليزاريو في الربعية ليحضرتها السعودية والبحرين والإمارات ومصر وأيضا بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية يجب الأمر أن يتطور لأنه ضرورة حماية الأمن القوم العربي وهذا يتأتى بماذا؟ يتأتى بضرورة أنه يكون في البيان الختامي بون يتمثل في حضر ومنع دعم أي حركة انفصالية تهدد وحدة الدول الطرابية حتى وإن جاءت عامة فيرونها مقدمة إلى تخصيصها مستقبلاً عندما إذا خصصوها معناها سواء بالحركات حركة كردية الموجودة في سوريا أو الكردية الموجودة في العراق من خلال كردستان العراق التي حاولت أنها تنفصل وتم ذلك رفضه ثم أيضا بالنسبة إلى المعك في الجزائر وبالنسبة للمغرب البوليزاريو أو حتى محاولات جزائرية لخلق حركة انفصالية في منطقة الريف وما إلى ذلك هذا الأمر صار يقلق النظام الجزائري كثيرا وخاصة أن دول خليجية من دون أن أسميها لوحت بهذا الأمر كثيرا خاصة في هذه الفطرة التي تم فيها إعادة سوريا رح يجري الحديث على ضرورة حماية وحدة طرابية السورية وضرورة التصدي إلى الحركات الانفصالية والتدخلات الخارجية هذه النقطة التي فتحت شهية الدول الأخرى لتعميمها على مستوى عربي أيضا مما لن يكون في صالح النظام الجزائري وغباء النظام الجزائري في اندفاعه لإعادة تأهيل بشار الأسد هاورح يفتح عليه الجحيم من كل باب وخاصة فيما يخص البوليزاريو إذن إخواني الكرام معلوماتي تقول أن هناك قلق جزائري خاصة من هذه القمة تحديدا قمة العربية السعودية التي ستستلم رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة من الجزائر وأن هناك تحذيرات إلى أن تكون قضايا النزعات الانفصالية والوحدة الطرابية للدول ستكون ضمن البنود البيان الختامي وإذا بدأت حتى من دون أن تخصص الأمر فيما يخص البوليزاريو والماك وغيرها مع مرور الوقت ربما في القمة التي تأتي بعدها ستكون البوليزاريو ضمن تحذيرات الدول العربية من تمويلها ودعمها خاصة أن مسلسل إدراجها في قائمة الإرهاب يسير على قدم وساق وليس يسير في إطار الأمن فقط بل أيضا يسير في إطاره السياسي والديبلوماسي الذي تتبناه وتدعم الأمر فيه دول عربية للمملكة المغربية التي تعمل دبلوماسيا بوحدة طريقة صراحة ليس تطبيلا ولا تزميرا ولكنها بطريقة ذكية جدا كسبت الحلفاء كسبت المؤيدين كسبت اعترافات جديدة حققت إنجازات على مستوى دبلوماسي حققت شركاء على مستوى عالمي هيئات ولوبهات أهل مع المغرب في حين الجزائر الآن بعدما كانت تريد فرض جمهورية سادسة في المنطقة المغاربية الآن راهي تتمنى فقط لا تدرج البونيزاريو في قائمة المحذير التي ستتبنىها الدول العربية وفي انتظار ما سيأتي لاحقا ومستقبلا حول هذه القضية والجزائر هي التي تصفع نفسها بنفسها من خلال ارتمائها في أحضان البونيزاريو بهذه الطريقة وأيضا من خلال بعض القرارات الغبية التي لم تدرسها جيدا فهي تحارب الانفصاليين في الجزائر وتجعلهم إرهابيين ثم لا تدري بأن هذا سيخدم أطراف أخرى ضمن إطار حركة انفصالية في نظر الكثيرين تتعلق بالبوليزاريو التي تموّلها الجزائر بالمال والسلاح ضد دولة عربية مسلمة جارة كان من الممكن معالجة هذا الملف ضمن أطر العائلة واحدة ولكن لا يمكن أن تكون عائلة واحدة مع جنرالات يأكلون بعضهم بعضا يفترسون بعضهم بعضا يمضغون بعضهم بعضا ومضغوا الجزائريين وذبحوا وحرقوا الجزائريين في صراعات وحروب وانتهاكات لا يمكن أن توصف ومثال هؤلاء لا يعول عليهم لا في العير ولا في النفير ومناصرة القضايا سواء كانت عادلة أو باطلة تحتاج إلى إعلام قوي والجزائر لا تملك هذا الإعلام تحتاج إلى دبلوماسية مؤثرة والجزائر لا تملك هذه الدبلوماسية تحتاج إلى دولة قوية اقتصادية والجزائر هي عبارة عن بقرة حلوب وتحتاج أيضا إلى أجهزة أمنية تعمل على مستوى القضايا الكبرى وليست تترسد لهذا أو ذاك من خلال ما ينشرونه في شبكات التواصل الاجتماعي والقادم سيكون وفق ما نراه وليس كما يتوهمه صناع القرار في نظام تحول إلى مسخرة وحول الجزائر إلى مسخرة بعدما كانت مفخرة والقادم أسوأ لا قدر الله واذكروا كلامي جيدة